يعطيك بسرح والعافية معاكم محمد باريكي يازدي ذاكي يوم يوم سويت لكم فيديو ما للزوبر وجيت وفي ناس وايد قاعدت تطلب مني ان شلون انت قدرت استخدم اللونتشر اللي انت قاعدت استخدم على سامسونج جالاكسي اس 6 لما سويت المراجعة فمعايا الحين الجالاكسي اس 6 قلت خاصور لكم مرة ثانية سكرينشوت انشاء طريقة اللي انا قاعدة اسويها ننزل اللونتشر من يد 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 وننزل الايكونات ومعرف ايش ونسوي ديس ايب الحق انشاء الله اللي احنا مانا به فالحين راح يكون عندنا التوتوري الحق انتيال عندك سامسونج جالاكسي اس 6 و سامسونج جالاكسي اس 6 اج فمرضاني يمديك راحي بتلفونك وبتعال خنسويه الحين كلنا احنا مع بعض شون نسوي الحركة السلام عليكم ورحمة الله نداكي تيبي سامسونج جالاكسي اس 6 و سامسونج جالاكسي اس 6 اج امشوا معاي خطوة خطوة حتى اذا عندك اش تي سي ون ام ناين وتابع تسوي هالحركة راح تصير اي تليفون اندرويد مو خام تابعون تسوينا الطريقة الان عادة نستخدم فيها التليفون خنسوي على قولتهم طريقة سلوركس او بوريكي فخنبلش الحين انا راح يشغل مرة ثانية اللي سجل الشاشة اوكي الحين المفروض تطلع لكم انتو الشاشة على جنب قاعد تشوفون اللي انا قاعد اشوفه عندي بالتليفون طبعا كرت يحن بالتليفون فبلاوي عندي بالنوتيفكيشن راح احاول ان انا ما بطل شي عن الفضايا المهم فحين انتو مثل ما انتو شايفين هني عندنا اللونشر اوهو العادي ما سامسونج توتشويز ما غيرت في شي راح امشي معاكم مثل ما قلت لكم حد لحبه اول شي راح نسوي اوهو حق البرامج الباي خمالة سامسونج اللي ما نبيها علشان ما تزعجنا كل شوي طلعنا نوتيفكيشنز اول نائية تستغل الذاكرة العشوائية الموجودة بالخلف النائية تستهلكها الطريقة المعينة خنشوف قبل انبلش الذاكرة العشوائية شكثرة احين قاعد نستهلك مثل ما انتو شايفين بحدود ال 290 ميجا بايت من 2697 ميجا بايت وحاجة موايدي كبير ما عندك كتا يدوبك ذاكرة عشوائية الا قليلة عشان انت تشغل فيها برامجك احين احنا راح نسوي من تدخل انت على اللونشر خنعيد من تدخل على اللونشر اضغط ادت فوق عاليمين راح تلقي انت هذي العلامة انك تتمسح البرامج اللي ما تبيها على سبيل المثال هذي انا منزلها من الاندرويد بلاي ستور اسأولها انستولوا بهالطريقة اكيد كلكم تعرفون هالحركة بس في حالة البرامج اللي اهيه تي مع التليفون من سامسونج مثلا عندك الميمو ما يشوف شر ما نبيه طقلة ديس ايبل اسهل هم ما يشوف شر ديس ايبل ما نبيه ميسنجر ديس ايبل ما نبيه وانت اللي ماشي تقدر تسوي ديس ايبل حق الشغلات اللي انت ما تبيها تي من شركة سامسونج منتخلص انك انت تسوي ديس ايبل حق اللي ما تبيه ونروح حق الجوجل بلاي ستور وين موجود انت يا جوجل بلاي ستور كاهو ندخل الجوجل بلاي ستور مرة ثانية راح نضغط نسوي سيرتج نحاوله عربي نكتب او انجليزي نكتب نوفا لاونشر وراح يطلع عليك على طول مثل ما قلت لكم مرة ثانية لبرايم انا مسوي لبيرتجيس مو بس سوفورت حق الديفلوبر راح انت تحصل شغلات اضافية منها الكونت ما لودة البرامج مثلا اذا انت عندك واتس اوب تقدر انت تشيل الكونت اللي يطلع لك ما الواتس اوب من فوق علشان ما لازم تخلي انه يطلع لك بالكونت باللونشر نفسه او شغلات ثانية تقدر هم تسويها من انت تشتري البرامج او انك انت تدفع حق الديفلوبر الفلوس انك تقدر تغير الحجم مال الايكونات نفسه علشان انت ما لازم تتقيد بحجم من الايكونات تكون بالأب دروور او حتى باللونشر من برا يكونون بحجم معين فانا دايما اشجع المطورين اذا اهم سوا برنامج عجبني وفي منه برو او ان في منه دونيت فرجن عادة ندفع لهم لانبناها لو هم مقاعد يشتغلون يطلعون هالباستين شانا احنا ما استفدنا من ولا واحد من هالبرامج فتبقائي انت اول ما تنزل البرنامج راح نرجع مرة ثانية للهوم نروح الحين حق الستنج الاعدادات تروح حق شغلة هني عندك اسمها او التطبيقات تطبيقات صح بعدين ندخل حق راح نختار هني الديفولت ابليكيشن اللي انت راح تستخدمها مع التليفون حق نظام الهوم هو عادة يكون مع التوتشوز فانت من تضغط الهوم كي راح يرجع مرة ثانية حق نظام تشغلي مع التوتشوز بس نحن نغير هالشي نحن نخلي انه يكون سوري راح ندخل حق دفولت ابليكيشن نبي يكون انت يا نوفا لونتشوز فالحين انا من اضغط دقمة الهوم راح يرجع حق نوفا لونتشوز مثل ما انتوا شايفين شكله قريب من الستوك بالاحرى هذا هو شكله بدون لا انا اغير مني ولا شي راح تتم ضاقط على الشاشة الرئيسية من تدخل حق ستنج راح يعطيكي هني الشغلات اللي انت تقدر تسويها حق نوفا لونتشوز مثل ما انتوا شايفين الانراد كاونت باجز هاذا اللي قلت لكم عنا يطلع لك كاونت الارقام شكثر وصلت لك مساجات مثل بوتساب 5 راح يطلع لك بالايكون خمسة فوق عشان انت تعرف كم مساج واصلك بدون لا تدخل انت على التطبيق نفسه انا عندي برايم اريدي لاني شاري البرنامج فمن ادخل عليه راح ينشار كلمة برايم لاني انا شاريها فراح يبين ان انا اريدي شاري البرنامج فاقدر استخدمها على طول مثل ما انتوا شايفين كامل ادخل لبلاي ستور راح يسوي لي اوثنتيكيشن ان انا اقدر اسوي داونوت حق البرنامج اذا ابي اضيف هالشغلة فا انا ما بيها صراحة ما استعملها اول شي راح نسوي هو الاب وجد لدروور نفسه لما تدخل انت على مكامل التطبيقات شنو راح نسوي نغير القرد خلهم مثلا اربعة بالطول بس شم واحد بالعرض خلهم اربعة بالطول خلهم اربعة بالطول نبي ستة خلهم ستة بالعرض بعدين الاب دروور ستار راح يكون هوريزنتل او لس ولا فرتكل خلي يسعد فوق او تحت او يمين ويسار خلي يمين ويسار مثل ما اهوه الوجد دروور ستار راح يكون جروب انت تقدر تخلي جروب مال كل وجد اذا انت تبتبطل الوجد المنيو مالهم راح تلقى مثلا زوبر وجد بداله تلقى زوبر وجد كل حجم بروح راح تلقى بس وجد واحد اسم زوبر وجد وتدخل عليه واشوف السائزات المختلفة مالوتهم خلى عليك جروب ما عندنا مشكلة الباكراون تبيه كارد هذا اللي يطلع لك المربع الابيض ناسما النيكسس او نظام التشغيلي مالاندرويد خام واذا تبيه كارد اي لون تبيه خنقول لحنا الحين لون ازرق وخنخلي الترانسبيريسي شوي تكون شوي شفاف عشان تقدر تشوف الخلفية من وراها بعدين نروح حقل السكرول افكت السكرول افكت هو مثل ما انتو شايفين هنا يستعرض لكم اذا انت حولت من شاشة لشاشة شلون راح يكون شكله انا عادثا اخلي الكارد ستاك او السمبل ما غيره لانه احاول اخليه يكون بسيط كثر المستطاع لان هذا الشي راح يخلي السيستم اصلا يشتغل بشكل وايد سلس اكثر وما راح يخرب او بالاحرام راح يستهلك الذاكرة العشوائية اللي احنا اساسا قاعد نحاول من اقلل هاي بعدين عندنا الترانسيشن اناميشن اذا خليت على سيركل وايب راح يطلع لك بها طريقة اذا دشيت انت المنيو اذا خليت سيركل او سلايد اوب او فيد ان كيفك انت تختار اللي تبيه انا اخلي عادثا على سيركل ايها طريقة مالة اندرويد ستوك او المتيريال ديزان ماللوليبوب انفنت سكرولين راح يعطيك هني الابشن انك انت تدش بالمنيو وتحرك ميني يسار ما راح يوقف فانا عادثا اشيله التاب بار هني راح تشغله راح تخلي شغلات اللي تطلع لك فوق مثل انه تفرز لك ياهم اذا عندك فولدرات او عندك انت تطبيقات تبتسوي لهم فولدرات او مجموعة لهم بروح انا عادثا اطفي حتى الجروبس ما راح يسوي لهم حق الدرور وراح يكون فولدرات في حالة اذا انت كانت عندك مجلدات داخل الابدرور فانحنا هذي الحركة اللي راح يسوي حق الابدرور لو نرجع الحين نشوف شون صار الابدرور تلقون ان الخلفية ما تصارت زرقة وعندنا ايكونات الحين ستة بالطول وعندنا او بالاحرى اربع بالطول وستة بالعرض حجمهم زين مناسب بس الخط اسود مو واضح خنغير الخط انسوي لون ابيض هذا الشي راح انت تقدر تسوي باللوك وفيل هذي الحين راح نتخلى الايكون ثيم هني خلى اللولي بوب انا هني استخدم لولي بوب لانة اهو الايكونات الطبيعية مالت النظام تشغيله مالاندرويد الـ Size و الفونت راح انت تغير هالشي هذا بكل مكان انت تدشه بالابدرور مثلا راح تقدر انت تتيه الديش هني وتغير هالشغله الـ Scroll Speed هني محطوط Nova Speed انا عادثا اخلي Stuck علشان اهو ابدأ بالنحية الاسبيد مال الستوك علشان ما ياخذ ويد من ذاك العشوائية واذا انت ما تريد بانيميشن نسويها ديسابل والانيميشن سبيد مرة ثانية اهم نحطها ستوك لنا جوجل نوز بس تصراحة الاب انيميشن تقدر تخليها مثل ما ايه سيستم او انت تغيرها تخليها سيركل او تخليها سلايد او معرف ايش انا حطها سيركل شوو نوتفكيشن بار لان يطلع لك النوتفكيشن بار من فوق قلنا ما لازم هو يختفي او يروح قلنا ما انا بفضايح بحث ان الترانسبرت نوتفكيشن بار علشان يكون على اللون البرنامج اللي انت داخل عليه مثل ما تشايفين الحين صار هني لونه احمر نرجع مرة ثانية من look and feel ندش الاب درور مرة ثانية الايكون سايز مع اللي اوت من هني راح نعرف السايز كبره خلى 130 واللون مال الخط خلى يكون لون الابيض ما راح نغير ولا شي ثاني بس نطلع وتشوف الحين الفرق انه صارت الايكونات وايد اوضح ولانه لونها ابيض صارت اسهل بالقراية والايكونات مثل ما انتو شايفين صارت اندرويد ستوك هذا اوهو مال الدايلر بدل لون الاخضر اللي كان مال سامسونج طبعا لما تدخل راح تلقى انه اوهو نفس البرنامج مال سامسونج قبل بس شكلا من برة راح يكون مثل الدايلر اللي انت متعود عليه الايكون نفسه مال اندرويد ستوك فالحين احنا نقدر نحرك الايكونات مثل ما انتو شايفين نيب هذا هني ونحرك هذا هني ونيب هذا هني ونحط زوبر وجهت مثل ما انتو متعودين عليه فانا اردي مسوي هالامور هذي كلها فانا بس بطق ستنج بسوي باك اوب اذا انت خلصت تبقي تسوي باك اوب حكي شغلة انا بسوي ريستور اللي اردي مسوي اس سيكس فور يوتوب اردي كنت مضبطة قبل اسجل عشان اختصارا للوقت نرجع الحين تشوفون ان انا اردي مسوي الايكونات وخنرد الحين هذي كالندر مالتي نرجع والحياة حلوة البديشو ياكم الحين حتى راح اغير الوال بيبر مع بعض راح ادخل القالري عندي انا هني بالبكتشرز هذي الوال بيبر عادة يعني استخدمها مع واي تليفونات طبعا هذي الوال بيبر الحين انا حاطها لانا تمشي محت لون التليفون لوني ازرق فهوم اند لوك سكرين من انا اضبطها حتى سنتر طيقها احنا راح تلقى ان ايها صارت الوال بيبر بالطريقة هذي صار التليفون كأن اندرويد خامس دوك وهذا اهو اللونتشر انا كنت اتكلم عنه لما سويت المراجعة عمالة السامسونج جالكسي اس 6 وهذه هي الطريقة لحنا سويها ان شاء الله تكونون استفدتوا على قولتهم والرابط راح احط لكم تحت مال نوفا لونتشر وفيديوهات اذا شذي عجبتكم ان احنا سوي لنا مثلا الشاشة اللي تطلع على جنب ونسوي ملثا ان نستعرض شغلات قلوا لي بالكومنت سكشن ان شاء الله سوي لكم هذي الحركة طبعا انا سويتها على السامسونج جالكسي اس 6 تشتغل على السكس اسكس اج اشتي سي وان ام نان الجي جي فور اي تريفون عندك تقدر تضطبها طريقة هذي انا عادة هذي طريقة اضبط فيها لجهزة لما استخدمها علشان اتحملها ان تكون هي قريبة حق نظام التشغيل مع الاندرويد خام فبس سلامتكم تعيشون ونسمحون علي طالو الكسور احمد باريكي في موان الله الكريم